بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا عارفين يا شباب ان لو ما فيش عندك تلفون ارض في المنطقة الخاصة بك او الخدمة عندك مش كويسة فممكن تشتري راوتر 4G او 5G وشريح الداتا من شركة وي او اتصالات او فيدفون او اورنج وتستقبل الانترنت من خلال ابراج الاتصالات وقبل ما اكرر ان هشتري راوتر وي ولا اتصالات او فيدفون او اي شركة لازم اعمل الاختبار والتست ده في المكان عندي وهنزل على الموبايل برنامج اسبيت تست وهشوف قوة الابلود والداونلود من خلال فتح بعينات الجوال يعني حضرتك مش هتروح تشتري راوتر اتصالات او فيدفون او هتشتري راوتر وي من دماغك لازم قبل كل شيء بعمل اختبار في البيت عندي او في الغرفة اللي هحط فيها الراوتر ولو اضطر الامر ان انت هترفع الراوتر بتاعك في مكان كويس بيكون في الشبك عندك كويسة باستمرار وعلى الاقل بتعرف تعمل مكالمات كويسة طيب قبل كل شيء يا شباب لازم انزل على الموبايل بتاعي برنامج اسبيت تست طبعا هتنزله من المتجر البرنامج زي ما انتوا شايفين بالايكونة دي بافتح البرنامج بتاعي شباب من خلال الموبايل زي ما انتوا شايفين بيكون معي شريحة اتصالات او شريحة اورنج او شريحة مثلا فيدفون فباجرب افضل شبك عندي في المنطقة بافتح معي شباب بيانات الجوال او بيانات الهاتف لازم اشتغل على بيانات الهاتف يا شباب علشان اشوف افضل داتا هتوصلني من الداونلود والابلود من الشركات اللي موجودة معي في مصر ببدأ اعمل اختبار معي شباب واضغط على كلمة بد زي ما احنا شايفين حاليا احنا فاتحين الباكة بتاعتي من على شركة فيدافون باشوف الابلود بتاعي وباشوف الداونلود وبعد كده شباب بقرر انا هشتري روتر 4G من شركة اتصالات او فيدافون او اورنج او شركة ويب لازم اعمل الاسبيت تست ده شباب او اعمل الاختبار ده قبل ما اكرر ان انا هشتري روتر من اي شركة لان كتير من الاعضاء بيقول مثلا على بعض الجروبات افضل شركة ايه مثلا واحد بيقول له وي او واحد بيقول له فيدافون طيب حضرتك الشركة ديت انت اخترتها بناءا عن ايه بناءا على المنطقة بتاعته ان الخدمة كويسة في المحافظة بتاعته او حضرتك المكان بتاعك الخدمة فيه مش كويسة فانت هتروح تشتري روتر وهتشتري شريحة والموضوع هيكلفك شوية وغير الاشتراك الشهر بتاع طبعا شريحة الداتا فالموضوع ده هيكون مكلف عليك في البداية وممكن تخسر الراوتر وممكن تبيع الراوتر استعمال ويحصل معاك مشاكل بعد كده فلازم قبل كل شيء بتعمل اختبار للداتا بتاعتك وبتعمل اختبار للشبكة اللي موجودة هل هي اتصالات او هل هي فيدفون هل هي طبعا شركة وي او اورنج وبعد كده بتختار الراوتر بتاعك هتجيبه 4G او 5G تعالوا نعرف حاليا ان الشبكة مش كويسة او يا شباب فبضطرن مثلا ان انا اطلع في الاعلى او اطلع على السطح او اطلع في البلاكونة علشان اشوف داتا افضل في الحالة ده شباب بابدأ ان انا مثلا اسبت الراوتر بتاعي في البلاكونة او مثلا بسبت الراوتر بتاعي على السطح في مكان كويس بابدأ احط الراوتر بتاعي مثلا في علبة واتر بروف وبنزل مثلا بسلك على البيت بتاعي من تحت او الشقة بتاعتي بعمل اعادة تكرار للواي فاي بتاعي ربيتر مثلا وابدأ ان انا ابس الواي فاي في الشقة بتاعتي الموضوع ده شباب بيكون مكلف غير الخطوط الارضية وفي حالة اللجوء للرواتر الفور جي او الفايف جي لو حضرتك ما عندكش تلفون ارضي او عندك الخدمة سيئة جدا اكيدة شباب ان انت تعمل اسبيت تيست قبل ما تتحرك وتتوجه لشركات الاتصالات وزي ما انتو شايفين يا شباب ممكن اعمل اسبيت تيست او اختبار على سرعة الواي فاي لوصلة من الروتر بتاعي واشوف السرعة بتاعت هل وصلة بالفعل هل تمام فيه عند بعض المشاكل من خلال البرنامج ايضا يا شباب ببدأ اعمل ربط على الواي فاي بتاعي اضغط على كلمة بدء وانتظر معايا وزي ما انتو شايفين بقول لي هنا انت موصل من شركة وي الروتر بتاعك وحاليا وصل لي مثلا 31 ميجا او 30 ميجا وانتظر حتى الانتهاء زي ما انتو شايفين يا شباب قال لي هنا عندك 34 ميجا زي ما احنا شايف تحميل بتاعي هيوصل كام قال لك 3 ميجا وتمانين يعني ممكن داخل على الاربع ميجا زي ما انتو شايفين البرنامج من البرامج المهمة جدا لعمل الاختبارات على الواي فاي او الاختبار على الباقة القاصة بشركات الاتصالات ياريت يكون الشرح فادل جميع اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته